السلام عليكم يا شباب نواردة ان شاء الله هنكمل باقي شرح شابتر التويت ديفالوبمنت كنا اخدنا في المحاضرات اللي فاتت المحاضرة الاولى اخدنا لحد المحاضرة التانية اخدنا لحد اخدنا وخلصناها المحاضرة التالتة اخدنا وخلصناها والحمد لله رجعنا عليهم في المحاضرة التالتة رجعنا على الكل مراجعة خفيفة كده لزيزة في بداية آآ المحاضرة. ان شاء الله النهاردة هنبدأ في الروت فورميشن اللي هننهي ومعها اللي هننهي بيهم بإذن الله شابتر خلينا نبدأ في الروت فورميشن. اولا ايه هو في في الدنتشن السنة اللي فاتت انت اخدت الروت وعرفت ان فيه سنان بيبقى يعني ليها روت واحد واسنان ليها اكتر من روت اتنين روتس او ثري روتس وهكذا. آآ فانت كده محتاج تعرف بتاع السنجل روت توث والروت فورميشن بتاع المالتي روت توث. خلينا نبدأ بالسنجل روت توث. السنجل روت تيث السنجل روت تيث الاسنان اللي ليها روت واحد بس. ولك وين دا اناملان دنتين فورميشن ريتشز دفيوتشر اميلو سمنتل سمنتل او اميلو سمنتل هو هو السمنتو انامل. اميلو سمنتل يعني انامل وسمنتل سمنتو انامل يعني سمنتل وانامل مش هتفرق كتير. الجونكشن الجونكشن بتوين الانامل والسمنتل يعني فين? يعني عند منطقة السيرفايكال لاين فين منطقة السمنتو انامل جونكشن او الاميلو سمنتل جونكشن موجودة فين? موجودة عند السيرفايكال لاين. سيرفايكال لاين دا منطقة الاتصال او منطقة اه الالتقاء بين الانامل والسمنطم. اه اللي هو وبقولك بقى بقى. اه هرتوج دي بقى ده اسم عالم فانت يا اما تقولها عايز تسهل على نفسك هرتوج هرتوج هرتوي اه انا ساعات بقولها هرتوي وساعات بقولها هرتوج يعني بستتقل شوية ان انا اقولها اه جي بستتقل ان انا اقولها جي او كفام يعني كده. فبيقولك ايبها بيقولك السيرفايكال لوب اول ما الانامل والدنتين يوصلوا لمرحلة السمنتو الانامل يعني ايه يوصلوا ايه علاقة الدنتين والانامل مع بعض وعلاقتهم بالسمنتو. لأ لما الانامل والدنتين يوصلوا للفول ثيكنيس بتاعهم ويبقوا جاهزين ان السمنتو يتحطى على الدنتين بتاع الروت ويتوصل ميت اه يعمل ميتنج مع الانامل في هذه المرحلة بيحصل ايه بيحصل ان السيرفايكال لوب السيرفايكال لوب يبدأ يبروليفريت سيرفايكال لوب ده قلناها المرة اللي فاتت والمرة اللي قلناها من اول الارلي بالستيج قلنا ان في حاجة اسمها سيرفايكال لوب بيبدأ يتكون من اول الارلي بالستيج بيقول لك السيرفايكال لوب في المرحلة بتاعت اه الدنتين والانامل فورميشن بيريتشز الفيوتشير اميلو سمنتو اه اميلو سمنتو جونشن بيبدأ السيرفايكال لوب يبروليفريت اه يعني يبدأ اه يكبر ويحصل عشان يكون حاجة اسمها ابيثيلئرود شيثوفهرتوي اه ده اسم العالم ايه ابيثيلئرود شيثشيث يعني زي اه شيث شيث يعني مسلا ايه لما تيجي تقول ايه ا اشيثكال اكيد 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 هتوصل لكم شيث يعني ايه حاجة كده اه فاهمين هتفهموها مع الوقت حاجة كده شيث مش عارف معينها اساسا تركيبها ايه وفي الساكاشن تاخدوها والحاجات دي بازن الله اا ابيثيليم?. متكون من بقى ؟ ابيثيليم او هرتويغ ده متكون من السيرفيكل بيبدأ ينمو بشكل مثلا نقول نازل كده يبدأ بقى ينمو كده ونازل كده يبدأ ينمو كده ينمو اوبليكل تمام بشكل يعني ايه اوبليك بشكل ولا هوريزونتل ولا فرزاتل يعني بشكل نازل كده وبشكل نازل كده تمام اوبليك بعد كده ابقى سمينتال جونكشن اه فورمينج ان اوبتوس اه انجل تو the developing crown and this oblique part of the hertwig of the hertwig's sheath is called epithelial diaphragm. بعد كده بقولك ان الحتة دي بقى اه اه اللي هو الحتة اه الحتة اللي هي بقى لما بيقبر الشيث ده obliquely اه يبدأ يحصل يعمل epithelial diaphragm يبقى ده بص في حتة زيادة كده بتطلع منه اسمها epithelial diaphragm يعني بص ده كده من اول الحتة دي كده لحد هنا ده اسمها ايه اسمها ابثيل الrood sheath of hertwig ودي كده ابثيل الrood sheath of hertwig من اول هنا طيب وكده ابثيل ال diaphragm ابثيل ال diaphragm تمام فالابثيل ال diaphragm ده this diaphragm reduces the wide the wide cervical opening of the developing tooth which will be the epical foramen فاكريني ال epical foramen اللي انتو اخدتوها في الدنتيشن اللي هي بيطلع منها بيدخل في منها ال nervous supply and blood supply وبيخرج منها the blood drainage and the venus drainage and the lymphatic drainage وهكده هو كذلك الامر هنا بقى the epical foramen the epithelial diaphragm ده بقى هو اللي بيردوسز بيقلل the wide cervical opening بيقلل الفتحة بيقلل اللي هو العرض بتاع الفتحة بتاعة the future epical foramen which remains relatively faxed during the root formation واللي غالبا بيفضل ثابت في مرحلة the root formation بعد كده بقولك proliferation of the root diaphragm is accompanied by proliferation of the connective tissue of the bulb in the area adjacent to the diaphragm بيقولك مع نمو ال epithelial diaphragm ده مع نمو ال epithelial diaphragm بيبدأ يحصل proliferation في ال connective tissue بتاع البلب in the area adjacent to the diaphragm مرحلة بيبقى بقى فيه هنا في الحتة دي في dental papilla في المرحلة دي بقى dental papilla بتتسمى dental pulp الدental pulp بيبقى في مرحلة proliferation بتعددها ال epithelial diaphragm يبدأ dental pulp بردو يحصله proliferation وهكده ال epithelial diaphragm proliferates يعني ال epithelial diaphragm proliferates coronally بيبينمو بشكل للكراون كده resulting in formation of the vertical part of the diaphragm of the epithelial root sheath of which is also accompanied by pulp tissue proliferation برضو مع نمو ال epithelial diaphragm كل ما ينمو ال epithelial diaphragm يحصل pulp tissue proliferation وقولك ان ال epithelial diaphragm ده بينمو كورونالي يعني بيطلع ال epithelial root sheath of hertwig بعد كده يعمل ال epithelial diaphragm ال epithelial diaphragm ده بينمو بشكل كورونالي بينمو بشكل كورونالي وبيطلع بيطلع بيطلع السنة الفوق التوث لفوق وبينمو كورونالي فبيدى الى فيقولك ايه يقدي ال staring the vertical part of the epithelial root sheath of hertwig which is also accompanied by pulp tissue proliferation بيطلع معاها برضو pulp tissue يحصل proliferation للبالب تيشو. بعد كده بيقولك ايه? short columnar inner enamel epithelium cells of the vertical part of hertwich by induce the UMC's of the dental pulp to differentiate into odontoplasts which will form root dentin. اه يعني بيقولك ايه بقى بيقولك الانر انمي الابثيليم اه بتاع الهيرتويج ابثيليا الروت شيد بيحفز اليمسيز اللي موجودة في الدينتال بالب عشان تتحول لايه عشان تتحول لودنتو بلاست والودنتو بلاست دا هيكون ايه? الودنتو بلاست دا هيكون الدنتين بتاع الدنتين بتاع مين? بتاع الروت. تمام? وافتر دفرانشيشن اوف روت أول طبقة من الدنتين اللي موجود في الروت بيتكون والconnective tissue of the dental sac will proliferate and invade the vertical sheath epithelial and strands dividing it into a network or strands of epithelial cells these degenerating epithelial strands are moved away from the dentine surface يعني ايه بيقولك ايه بقى يبدأ بقى ال dental sac تعمل invasion لل epithelial root teeth وتخلي سطح الدنتين كأنه يظهر كده وتعمل strands من epithelial diaphragm ده وال epithelial root teeth of hertwig and these degenerating epithelial strands are moved away from the dentine surface so the outer surface is bare bare and exposed معرض which will differentiate into cemento blouses يبقى احنا كده دخلنا في مرحلة ان احنا عايزين يكون السمنطم طيب انت ليه عملت invasion يا dental sac dental sac انت ليه عملت invasion ليه ال epithelial root teeth of hertwig هيقول لي انا عملت invasion ال epithelial root teeth of hertwig طيب انا عملت invasion امتى عملت invasion بعد ما تكونت اول طبقة من الدنتين بعد ما تتكون اول طبقة من الدنتين يحصل invasion من الدنتل sac لل epithelial root teeth of hertwig للانر والاوتر انر من epithelium طيب هل ينفع يحصل يحصل invasion من الدنتل sac لل epithelial root teeth of hertwig قبل ما تتكون اول لير من الدنتين لو حصل كده يحصل على طول anomaly anomaly يعني لو حصل خطأ او يحصل عيب خلقي او يعني ما نكبرش الموضوع يحصل مشكلة في السنة ويحصل مشكلة في الروت ان انت كده هيتكون يعتبر دنتين تاني او مش دنتين بقى هو مش هيتكون cementum في الحتة دي سوري مش هيتكون cementum في الجزء ده ليه عشان انت ما عرضتش يبقى مين اللي بيعمل induction في الحتة دي دنتين هي اللي بتحفز الUMC's of dental sac عشان تتحول ل cementoblast cementoblast يبدأ يكون cementum طب لو انت لو فضلت ال epithelial root teeth of heartwig موجودة سوري او او اتشالت ال epithelial root teeth of heartwig قبل ما الدنتين او لير من الدنتين تتكون ايه هيتكون مش هيتكون في الحتة دي او او اللي هو ايه cementum ولو اتشالت بعد لو الحتة بتاعة ابثيل الروتشيث في هيرتويك دي ما تشالتش خالص يبقى ده هيعمل ايه؟ يبقى ده مش هيتكون برضو سيمنتم او هيحصل برضو مشكلة في تكوين الروت بعد كده نتمنى الصورة تكون واضحة شوية والفوكس مزبوط بقولك ان there is a fact that epithelial root sheath of hertwee cannot be seen as a continuous layer on the developing root ما نقدرش نشوف ال epithelial root sheath of hertwee ده كجزء سابة طول الروت كده يعني ما نجيبش سنة الروت بتاعها كامل كده او حاجة واللاقي الروت sheath ده مكتمل على طول السنة كده على طول الروت بتاع السنة لا تلاقي حتة موجود فيها الروت sheath وحتة لا حتة موجود فيها الروت sheath وحتة لا على حسب تكوين الدنتين دنتين دي تكوينت ولا لا سمنطم وهكذا ونقدر نشوف ال epithelial diaphragm حتة مرحلة ال end of root formation and the remalance of epithelial root sheath of hertwee may degenerate or may possessed in the periodontal ligament in the form of network or isolated islands known as epithelial rastus of malassae عالم اسمهم مرحلة تقريبا عالم فرنسي اظن ما مش عارف بس من اسمه كده او ال u ال u z دي تقريبا فرنسي المهم خلينا نشوف الكلمتين دول معناهم ايه بيقولك البقايا ال epithelial root sheath of hertwee ده ممكن يحصل له يعني يحصل له يتاكل او يفضل يقاوم او يفضل موجود يعني in the periodontal ligament يفضل موجود في منطقة ال periodontal ligament في شكل ايه بقا in the form of a of network في شكل شبكة او isolated islands او شكل اه يعني جزائر من الخلايا كده جزر من الخلايا and the previous steps are repeated until the whole length of root is forming and the epical forming will be reduced in size by the position of dentine and cementum at the apex of the root and this is called secondary closure secondary closure of epical forming secondary closure of epical forming طب مين ال secondary closure of epical forming يبقى مين اللي قلنا من شوية اللي بيردوس الwide opening of 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 اسمه ايه of epical forming مين اللي بيثيل الroot sheath of hertwig ويه اللي بيثيل الـ تمام تمام اه بعد كده بيقولك بقى ايه الـ functions او خلنا نقول برضو ايه the root sheath of hertwig the functions of epical root sheath of hertwig are molding shape of the root ان هو بيعمل molding بيعمل قالب قالب بيمشى عليه تكوين قالب بيمشى عليه تكوين قالب بيمشى عليه تكوين shape of the root شكل الroot initiation of initiation of root odontoplastis بيبدأ بيعمل initiation للـ root odontoplastis يعني كانوا بيوجد بيوجد يوجد الـ odontoplastis بتاعة الـ root وبالتالي الـ odontoplastis دي هي اللي هتكونت دنتين بعد كده multi root teeth طب ازاي هي اللي هتكون يعني ازاي epithelium 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 root sheath of hertwig هي اللي هتتعمل initiation للـ root odontoplastis مش هنستقلين من شوية ان epithelium root sheath ده هو بيعمل زي induction كده او بي الـ UMCs بتاعة dental palm عشان تتحول لـ root odontoplastis فهي اللي هتعمل الـ root odontoplastis تمام تمام بعد كده multi root teeth multi root teeth تقريبا زيها زي single root teeth لكن في اختلاف بسيط كده ايه هو انا بيقولك ان الـ deciduous خلينا نشوف كده ما شو الله باقي صفحة خلينا نقول ان الـ deciduous molars الـ deciduous molars والـ permanent molars some pre molars have more than one root بعض المولار الـ deciduous molars والـ pre molars والـ permanent molars وبعض الـ pre molars عنده اكثر من one root and roots and roots are formed and roots والـ roots دي بتتكون زي single root teeth لكن till the furcation area till the furcation area is formed بعد كده البثيل الـ دي افرام grows horizontally forming two or three tongue light projections الاختلاف بقى هنا في tongue light projections في ان ابثيل الـ دي افرام بينمو horizontal عشان يكون three يعني two or three tongue light projections or double or triple rooted teeth respectively يعني in double sorry in double or triple لو two tongue light projections في double في double rooted teeth لو three tongue light projections في triple rooted teeth تمام and the area of future bifurcation في مرحلة bifurcation اللي هي المرحلة المستقبلية bifurcation أو try bifurcation bifurcation يعني فوركيشن أولا مرحلة الانقسام مرحلة ان يبقى في روت وفي روت يبقى المنطقة اللي فيها انقسام يعني المنطقة اللي فيها انفصال بين الروتس روت هنا روت يمين وروت شمال أو روت باكل روت رينلينج روت ميزل وروت ديستل وهكذا في المنطقة الزون دي بيبقى هي دي فانا بنقولي بقى bifurcation يعني ايه باي فوركيشن يعني المنطقة اللي فيها باي يعني تو يبقى فيه اتنين روت أو اتنين آآ برانشز هينزلوا طيب try فوركيشن يعني تلاتة برانشز أوف روت أو تلاتة روتس هينزلوا من الفوركيشن so of the roots and three ends grow towards towards each other and fuse dividing the wide epical opening into two or three opening لأ apical فورا منها يبقى بقت مش عندنا في النهاية كده ال end ال end في النهاية root end هنا و end هنا و end هنا يبقى ثلاثة end بيقولك بقى ايه بيكون لنا 2-3 2-3 openings على حسب عدد الروت بعد كده بيقولك في البلبل سيرفس ايه اللي بيحصل في البلبل سيرفس of these epithelial extensions the dentine will be formed and then the epithelium degenerates and form and cementum deposits on the outer side of the fused projections بيوصف لك شكل تكوين الدنتين في منطقة bifurcation و trifurcation بيوصف لك تكوين الدنتين في المراحل دي وعند مرحلة tongue-like projections these epithelial extensions دول اللي هو tongue-like projections dentine will be formed and then the epithelium degenerates ال epithelium بيتأكل وبيروح بعد كده cementum deposits نتيجة ان حصل induction لـ UMCs of dental sac عن طريق الفرست layer of dentine عشان يحول الـ UMCs لـ cemento blast cemento blast تعمل cementum على the outer side of the fused projections on the periphery على ال periphery of each open root development occurs in the same way as described for single rooted teeth وهكذا بيحصل برضو مع single rooted teeth من حيث التكوين يعني والـ development بتاع الـ periphery بتاعتهم اللي هو التحت يعني في الـ عندي و هكذا و تقريبا متشابه معادة في حتة معادة في منطقة ايه الفوركيشن area الفوركيشن area تعال كده احنا الحمد لله يعتبر خلصنا بقى ان بس الـ clinical consideration مهمة برضو مهمة ما تهملهاش ولا تقفلوا الفيديو غير لما تخلصوا الـ clinical consideration معايا خلينا نقول ان if the cells if cells of epithelial root sheath remains adherent على حيثة لو كنا بنتكلم فيها من شوية لو فضل epithelial root sheath موجود زي ما هو وحصله وما تشلش وادهيرنت to the dentine surface and fail to to degenerate cementum will be prevented to be formed leading to bear dentine bear dentine يعني dentine سوري في اللفظ كده عريان dentine bear bear dentine اوكي and the inner epithelial cells of the adherent part of the sheath may differentiate into amyloplosis and form enamel called enamel pearl enamel pearl يعني اللي بيحصل بقى بيقولك ان inner epithelial cells inner epithelium ممكن اللي ماسك adherent to the sheath ممكن يتحول لاميلو ويبدأ يرصب enamel enamel ده بيتسمى ايه ال furcation بقى في الroot كده بيتسمى ايه لو جيف الroot بيتسمى enamel pearl which sometimes found in the furcation area زي ما قلنا كده of the roots of permanent molars اوكي يبقى enamel pearl اللي تعرفوا اللي enamel pearl enamel pearl اللي يتكون نتيجة ايه مهمة جدا الحتة دي enamel pearl بيتكون نتيجة ايه بيتكون نتيجة البرزيستنس of epithelial root sheath of hertwig and and it remains adherent to the dentine forming our leading to bear dentine and some inner enamel epithelial cells our inner epithelial cells differentiated into ameloblast forming our depositing enamel called enamel pearl اوكي اه بعد كده بيقولك if the epithelial root sheath gets degenerated before the odontoplastics differentiation يعني لو حصل اه 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 لو حصل اه قبل ما يحصل induction ل UMCs وتتحول ل اه root اه root اه او odontoplastics of the root اه يحصل defecting the wall of the root will result where dentine and cementum are not formed leading to accessory root canale يبقى هنا بقى مش هيتكون cementum ولا هيتكون dentine ده هنا هيتكون accessory root canale يبقى ده من ضمن اسباب تكون accessory root canale canale may also result due to failure of fusion of the tongue like projections of the diaphragm in multi rooted teeth الكلام واضح مش محتاج تفسير or if a large blood vessel is present and disturb the continuity of the epithel root sheath بيقولك خلينا نوضحها برضو بيقولك accessory root canale may also result يعني بيوصف لك ان ممكن accessory يعني غير ان accessory root canale بيتكون نتيجة early degeneration ليه اللي بتير root sheath ممكن يتكون نتيجة failure of fusion of the tongue like projections of the diaphragm in multi rooted teeth ممكن يتكون نتيجة انه حصل failure في fusion يعني tongue like projections ما عملتش fusion من تحت كويس ما قفلتش من النص كده ما بينهم ما قفلتش من النص يعني فيه هنا root ونازل root ونازل root ونازل النص هنا المفروض يحصل ايه يحصل يحصل ايه يحصل fusion ما بينهم عشان تقفل في النص كده بيقولك ساعات بيحصل failure of fusion between tongue like projections فينتج عنها ينتج عنها ايه ينتج عنها large blood ينتج ايه ايه accessor root canale او يبقى فيه large blood is present and disturbed large blood vessels الخلاة مش قادرة يعني تحوطق يعني سوري مش قادرة الخلاة مش قادرة تلغي لا ده large blood vessel مش قادرين نعديه هو ده اللي وقف طريقنا ومنع تكون الحاجة دي في عمل بيعمل disturbance disturb continuity of the epithelial root sheath بيمنع استمرار ال epithelial root sheath في تكوينه لباقي root and if the epithelial root sheath degenerates لو epithel sorry لو epithel root sheath degenerates حصله degeneration after odontoplastic differentiation but before laying down this results in formation of intermediate cementum هيكون بقى لو حصل differentiation لل odontoplast تكون odontoplast بس ما حصلش laying down للدنتين هيحصل حاجة اسمها intermediate cementum c chapter of cementum هناخد intermediate cementum ده intermediate cementum هناخده في chapter cementum لسه قدام ما تشغلوش بالكم بي احنا بنعرف بس الكيس الكيس اللي هي الحالة اللي بيحصل فيها ده بيقولك ان بيتأثر بال x-rays يعني ممكن يحصل عيب خلقي في السنة نتيجة x-rays نتيجة nutritional deficiency وهكذا وهكذا بس كده خلصنا الحمد لله محاضرة النهاردة وخلصنا بفضل الله chapter tooth development ونستناكم في شباتر جاية بإذن الله ربنا معكم معنا جميعا يا رب اتمنى لكم كل التوفيق سلام عليكم اشتركوا في القناة